صباح الخير جميعا اعتدنا أن نلتقي بكم كل عام لنحتفل باليوم العالمي لآثار والمواقع هذا العام مختلف لذلك لقاءنا معكم عن بعد نلتقي اليوم لنحتفل مع العالم أجمع عبر هذه المنصات التي أتاحت لنا وسيلة للتواصل مع كل الطبقات مع جميع الأصدقاء المهتمين مع جميع من يتابعون معنا في العالم أجمع هذا اليوم ونحن في مملكة البحرين دائما نعتز ونقول أن ثروتنا الحقيقية هي آثارنا الممتدة إلى حقاب مختلفة هذا العام وبسبب ما يعانيه العالم أجمع من كوبيد نايتين تحول جميع خطط الاحتفال إلى المنصات الرقمية ولا يسعني إلا أن أشدد على أهمية الثقافة خاصة في هذه الأوقات العصيبة وتسليط الضوء على الماضي والاحتفال به اليوم تبدو أهمية الثقافة للمجتمع أكبر وهي واضحة ومشتركة ولها قيمة مضافة في هذا العالم كما أظهرت الدراسات الحديثة كيف أن زيارات المتاحف تقلل من توتر والغلق وتقدم الأفضل دائما لذلك خلال هذا الوقت الذي يصعب في توفر هذه الحاجة الأساسية ننتقل إليكم عبر هذه المنصات الرقمية أما بخصوص آخر المكتشفات هنا في مملكة البحرين فحقق الموسم الأثري لـ 2019-2020 نتائج مهمة في مواقع مختلفة في جميع أنحاء البحرين على سبيل المثال لا الحصر كشفت الحفريات في مقابة عن قبور لفترة تايلوس حوالي القرن الأول إلى القرن الثاني الميلادي وفترة دلمون المبكرة الألفية الثانية قبل الميلاد بالإضافة إلى بقايا مسجد ضخم وآثار لأبار المياه ذات الصلة لكن أحد الاكتشافات غير العادية هو ما نعتقد أنه دليل على حديقة دلمونية وقد تكون أهم المكتشفات الأثرية لهذا العام هو اكتشاف حدائق دلمون دائما يقال أنها الجنة المفقودة أو أن هناك ما مميزها من خضار وينابيع مائية هذا المكتشف الجديد يؤكد هذه النظرية بالثوابت التي تم التنقيب عنها ولا شاك أن الدراسات القادمة ستؤكد ما اكتشفه المنقبون في هذه الفترة الهامة من تاريخ مملكة البحرين كذلك هناك الكثير من المكتشفات الجديدة لمرة الأولى نعود إلى موقع قلعة البحرين ويتم التنقيب من جديد عن اللقاء التي لم نجدها قبلا والحقب التي لم نتمكن من اكتشاف كل طبقاتها كذلك هناك اكتشاف رائع آخر في المحرق في سماهيج حيث تم الكشف عن هيكل يعود تاريخي إلى القرن السابع الميلادي وربما ديرا أو كنيسة كانت السماهيج مركز المسيحية قبل وبعد ظهور الإسلام ومن هنا نستدل على التاريخ الطويل للتسامح الديني في مملكة البحرين لا شك أن الدراسات والتفاصيل لهذه النتائج ستكون مساعدة لفهم البحرين القديمة وشعبها ودليلا واضحا على ثرى وتنوع الثقافات المحلية ولكن قبل كل شيء يشكل هذا التراث جوهر هويتنا الثقافية ومن مهم جدا أن نحميها ونحتفل بها ونشارك العالم أجمع في يوم مواقع التراث العالمي بعد هذا الحرض المختصر لأهم المكتشفات ربما أنتم بشوق لمعرفة التفاصيل الخاصة بهذه التنقيبات وبخصوص المواقع الأثرية لذلك أترك الجانب التقني للشيخ خليف بن أحمد مدير المتاحف في هيئة البحرين للتقافة والأثار لكي يزودكم بالمعلومات الهامة وبالتفاصيل الرئيسية لهذه المكتشفات سعيدة بمتابعتكم لنا الصحفيين المستمعين الحضور جميعا شكرا لكم وتحية من القلب من متحف البحرين الوطني صباح الخير جميعا نواصل ما تفضلت به معالي الشيخة بأهمية هذا اليوم وما يقدمه برنامج التنقيب الذي تبناه تبناه فريق العمل في هيئة البحرين الثقافة والأثار بما يتعلق بإمداد الجمهور بشكل مستمر ودائم بآخر المستكشفات الأثرية في البحرين لا سيما في الموسم السابق 2019-2020 ولعلي ستطرق ببعض المواضيع المتعلقة بالمستكشفات الجديدة بالإضافة إلى بعض التنقيبات المستمرة من مواسم سابقة تجمعنا بها تعاون مع عدة جهات علمية دولية بالإضافة إلى فريق العمل المحلي الذي يعمل بعدد من المشاريع في المملكة وسأختم ببعض البرامج التي صممت وكرست لتكون أداة للصون والحماية وهو عنصر أساس حيث أن التنقيب الأثري لا يقتصر فقط على المستكشفات وإنما كذلك على الطرق الكفيلة لحماية هذا الإرث الحضاري الهام وقد يستذكر منكم البعض هذه التنقيبات حيث ذكرناها في السابق حيث تحرص الهيئة أن توفر المعلومة أولا بأول للجمهور ولعلكم تستذكرون أننا بدأنا الموسم هذا العام في سماهيج وبالأخص مدينة المحرق حيث قام فريق التنقيب البريطاني برئاسة البروفيسور تيم أنسل بالبحث في هذه المدينة في عدة مساحات عامة بالإضافة إلى الموقع الكائن حاليا في مقبرة سماهيج ونستعرض لكم صورا جوية لهذا الموقع الذي تب التنقيب ونتقدم بالشكر لإدارة الأوقاف الجعفرية على تعاونها معنا في التنقيب بهذا الموقع وقد أسفرت التنقيبات في هذا الموقع إلى استيضاح معالم وجدران مسجد تبين أنه يتكون من غرفتين غرفة الصلاة والتي عادة ما تكون مسقوفة والفناء المكشوف وكذلك عثر على جدار أسفر جدار القبلة يعود لبناء آخر أقدم من المسجد ويوجد به انحراف عن التجاه القبلة وتتضح التنقيبات في هذا المعلم أنه مبنى كبير طوله بين 17 متر عرض و10 متر طول وارتفاع بقايا جدرانه إلى 100 سنتيمتر وتشير الدلاء الأولي أنه قد يكون جزءا من دير أو منزل كبير أو كنيسة وعمل فريق العمل على دراسة المعطيات الموجودة في الموقع ولعل الصور الموضحة أمامكم تبين بوضوح المسجد والمبنى الذي يقع أسفل المسجد وهناك اختلاف في اتجاه كل من هذه المباني كذلك دلالة على الاستخدامات المختلفة لهذه المباني والتنوع الموجود في المحرق بما يتعلق بالمعتقدات والديانات ومن الجديد بالذكر أن البحث جاري الآن لمعرفة والتعرف على تاريخ البحرين مقابل الإسلام لأنها حقوبة مهمة كذلك وتشير إلى التسلسل الحضري للبحرين منذ حقبة دلم إلى يومنا الحالي ولعل الكثير من دلالات التي استخرجت من هذه الموقع تتمحور في الكسار الفخارية التي تم التنقب عليها ونقلها إلى مختبرات متحف البحرين الوطني للدراسة وقد تموا عينتها هذه القطع من قبل البروفيسور روبرت كارتر المستشار للهيئة متبين أن تاريخ هذه القطع يعود إلى العام السابع الميلادي مما يحتمل وجود استيطاني هذا الموقع قبل الإسلام حيث عثرنا على قطع حجرية تالفة عليها نقش صليب وكذلك الحثوة على صليب آخر ملون على كسارة تقع فخارية مزجج كما هم أبين أمامكم على الشاشة البحث في هذا الموقع طبعا يستطلب منه المزيد من التحري وقد تم أخذ عينات عضوية من الموقع وتحليلها ودراستها بنقبل كربون المشع 14 في مختبرات في المملكة المتحدة وسيتم المواصلة في العمل على هذا الموقع في المواسم القادمة للتأكد كذلك من وظيفته بشكل أدخل وتم بناء على أهمية هذه المشتكشفات إدراج الموقع على قائمة التراث الوطني بقرار رقم 4 لسنة 2019 وهو الآن من ضمن المواقع في المحرق الذي يساهم في سرد رواية تاريخية لهذه الجزيرة العريقة التي يمتد تاريخها لقرون من الجنين بالذكر كذلك أن المجتمع المحلي كان له دور مهم في هذا الموقع ولربما ما يميز مواقع البحرين الأثرية أنها فعلا تقع في قلب قرانا وفي قلب المدن ونراها في حياتنا اليومية وليست هي في منأة عن المجتمعات ولعل التواصل المجتمعي هو أحد الثوابت التي تبنتها الهيئة بإشراك المجتمع في كافة البرامج ليس فقط بما يتعلق بالعروض المتحفية أو الأمسيات وأنما كذلك المواقع الأثرية الذي من الواجب علينا كقائمين في قطاع الأثر أبرازها للجمهور بشكل تفاعلي ونحرص أن تكون الزيارة التفاعلية للمواقع أثناء تواجد بعثة التنقيب لكي يكون هناك الاستجابة المباشرة لأي استفسارات سواء كانت الإعلام أو للأفراد ونرى والله الحمد أن كلما نقوم بمثل هذه الزيارات في أحد من المواقع نرى أن التجاوب إيجابي من قبل المجتمع قبل أي شخص آخر ربما حتى قبل الإعلام وقبل الأجانب ربما نستطرق كذلك لموقع آخر لم يسبق أن تم التنقيب فيه وربما لم يسبق أن تم ذكره في الدراسات العلمية بشكل مفاصل إلا أنه مدرج على قائمة السجل الوطني حيث تم تحديده في وقت مبكر بأنها أرض تحمل مخزون آثاري قني نسبة لموقعها الجغرافي قرابة لمواقع آثاري أخرى والموقع المشر إليه في مقابة سمي مزرعة جمعة كم هو وارد كذلك في القرار الرسمي وبدأت أعمال التنقيب من فريق بحريني امتده لأربعة أشهر تمكن إلى التوصل إلى التعرف على أبرز ما يحول له هذا العقار من مكونات ولعل أبرز عنصر في هذا الموقع هو التل الأساسي الذي يعود إلى حقبة تايلوس بالإضافة إلى وجود جامعة ومقبرة ومناطق صخرية ستتم تطرق إليها لاحقا وعند الرجوع إلى التل الأثاري التابعي تايلوس هو حوالي أربعة أمتار في ارتفاعه وقطره تقريبا خمسين متر وبدأ العمل فيه وتم العثور كذلك على ستة عشر قبر يعود إلى حقبة تايلوس كما هو مبين لكم في الفيديو المعروض وكذلك كونه على قرابة من موقع مدافن الشخورة لا يبعنا الموقع الشخورة إلا 200 متر دلالة على أهمية هذه الرقعة الجغرافية في البحرين بما يتعلق بتاريخ الحضارات وإضافة إلى المدافن التي وجدت من حقبة تايلوس وما يميز هذه الموقع حقيقة هو عادة ما تكون العثور على أعداد كبيرة من القبور تصل للعشرات لكن في هذا الموقع رأينا نمط مختلف من الدفن وكذلك في الطبقات السفلية للتل تم العثور على خمسة هيكل عظمية تعود إلى حقبة دلمونية وكذلك هو وضع استثنائي حيث عادة ما تكون العثور على هيكل عظمية لموت دلمون ضمن غرف دفن مبنية فوق سطح الأرض أو تحتها ضمن ما يعرف بتلال المدافن أو محفورة في الصخر مثل قبور موقع الحجر أو حتى في توابيط طينية أما أن تكون ملقية هكذا دون غرفة الدفن أو تابوت فهو حالة استثنائية تضع أمام الباحثين عدة تفسيرات ما زالت تحت الدراسة ولعل أبرز عوامل أو معالم هذا الموقع هو العثور على مزرعة أو حديقة دلمونية تعثر على أول مرة في البحرين حيث تشمل أحواض زراعية تتراوح أحجامها من ناحية العمق كمعدل 30 سنتيمتر ولا يستجاوز طولها المتر الواحد تتصل بعضها البعض بقنوات للنقل لنقل المياه بهدف ريها ويبلغ عددها 335 حوض كما هو موضح في الفيديو أمامكم تم أخذ عينات من التربة من هذه الأحواض ورسالها إلى أحد المختبرات المختصة في اليابان لدراسة وبحث نوعية النباتات التي كانت تزرع في هذه الأحواض وذلك بالتعاون مع فريق الياباني من معهد كشهارة للأثار والجدير بالذكر أن تاريخ البحرين الزراعي حظي باهتمام بالقبل هيئة البحرين للثقافة والأثار في الفترة الأخيرة وأستذكر معكم مشاركة البحرين في أكسبو ميلان التي تركزت على تراث البحرين الزراعي وما حصله هذا الجناح والمشاركة من استقبال إيجابي وصدع عالمي استطعنا من خلالها أن نبرز أن البحرين هذه الجزيرة السقيرة في المحيط الشرق الأوسط الصحراوي كانت تزخر بممارسات زراعية متقدمة وفريدة على النطاق المنطقة وكذلك دلالة على ما تحتوي البحرين من وفرة في المياه الطبيعية أدت إلى استيطان الحقب المختلفة ابتداء من دلم إلى الفترة الإسلامية ولعل هذه الدلالات تأتي لتبرهن بأن هذه المواقع التي لم تستكشف إلى الآن ما زالت تحتضن إرث مهم من تاريخ البحرين وما يبعث الأمل لكل باحث أن ما زال هناك المزيد للاستكشف في هذه الجزيرة سواء كانت بما يتعلق بالمستوطنات والمدافن أو حتى بطرق الحياة اليومية كما نرأيناه في هذا الموقع من خلال الحدائق الدلمونية ولعل أتطرق في نفس العقار أو في نفس الموقع إلى جزء آخر وهو الجامع والبقرة الموازية له والتي لم يتم التنقيب عنها هذا الموسم نظراً لذيق الوقت ومحدودية القوة العاملة إلا أننا قمنا باختبارات لتحديد حدود هذا الموقع ويسم التنقيب عنه في وقت لاحق وكذلك يرجح أن يعود هذا المسجد إلى القرن السادس عشر ميلادي كدراسة أولية إلا أن المجلسات الاقتبارية ستؤكد كذلك هذه المعلومة من خلال التنقيبات المستقبلية وقد تم دراج هذا الموقع في موسم التنقيب القادم وبما أننا في نطاق الجوامع والمساجد لعلنا ننتقل الآن إلى التنقيبات التي قامت بها الهيئة بمدينة المنامة التاريخية ولعل يقفل على البعض أن التنقيب الأثري لا ينحص فقط على المناطق النائية والمواقع الأثرية وأنه قد يكون كذلك في قلب المدن المكتظة بالنشاط التجاري والنشاط الاجتماعي ولعل تنقيب مسجد المهزع يأتي ضمن خطط الهيئة في دراسة مدينة المنامة وتأصيل جوانب تاريخية مهمة لهذه المدينة العريقة وأتى التنقيب مسجد المهزع استجابة لأمر سيدي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إعادة بناء هذا المسجد وقد تم التواصل مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ونقدم لهم الشكر في هذه المناسبة على تعاونهم في التأكد من استكمال التنقيبات اللازمة في هذا المسجد قبل أعمال إعادة البناء حيث كما تعلمون أن مسجد المهزع يعد من أقل المساجد في المنامة وأقول شو يجده في الأصل عام 1861 إلا أن المسجد الذي نراه اليوم هو طبعا من بناء القرن العشرين تمكننا من خلال المجلسات الاختبارية في فناء المسجد كما هو وضح في الصورة بالنزول أو إزالة طبقة البلاط الأرضي والطبقة التي تليها والنزول بعمق متر واحد للتعرف على أساسات المسجد ويبدو جليا أن البناء الحالي للمسجد يقوم على بقايا أنقاض البناء القديم الذي تم هدمه في فترات سابقة لذلك يبدو البناء الحالي مرتفعا عن المباني المحيطة بحوالي متر واحد والتنقيب في المناطق المختلفة للمسجد سيتم مواصلته إن شاء الله حيث تم تعليق التنقيب في هذا الموقع نظرا لهشاشة العمران الموجود يجب التأكل من سلامة المارة والمواطنين أثناء أي أعمال ترميم تقوم في مناطق مكتظة حيث أن المسجد كذلك يحتوي على عدد من الدكاكين التراثية ويقوم فارق العمل على النظر بشكل شمولي لهذه الكتلة المعمارية وكلنا أمل أن يساهم هذا البحث في إثراء جهود الهيئة بما يتعلق بتكريس مدينة المنامة كمدينة تاريخية مهمة على نطاق الإقليم نماذج من الكسار الفخاري الذي تم التنقيب عنها في مسجد المهزع بالإضافة إلى التنقيبات التي أجريت في فناء المسجد بصورة أوضحة كذلك في نطاق المنامة تقوم الهيئة كذلك بتنقيبات مختلفة قد تكون أسقر حجما وهي عادة ما تكون في مساحات فاضية للتأكد كذلك من خلوها من أساسات قد تكون مهمة لدراسة هذه المدينة ولعل هذه الصورة تقع في أرض بالقرب من ما تم نعريض بناء على الروايات الشفهية من أهل المنطقة تبين أنها كانت فضاء لفلق المحار في المنامة وكذلك أثبتت التنقيبات بوجود أصداف المحار في هذه الأرض سلامة هذه الرواية الشفهية وهو ما يؤصل نهج الهيئة الثقافة يتعلق بالتعامل مع مدينة المنامة التاريخ الشفهي أو الرواية الشفهية يجب أن تكون موازية لمستكشفات على أرض الواقع والشواهد موجودة وتطلب مننا فقط البحث عنها وأفصاحها بالطريقة السليمة والعلمية وهذا ما نقوم به به هيئة الثقافة والعمل في المنامة المستمر في كافة الأصعدة سواء في التنقيب في الترميم في التاريخ وهو مشروع تمنت مع علي الشيخ مبيت محمد الخليفة ليكون للمنامة حقها في تاريخ البحرين سواء كانت من ناحية الاجتماعية الاقتصادية السياسية وبلا شك المعمارية كانت هذه التنقيبات الجديدة أو التي لم يتم التنقيب فيها في السابق لكن هناك تنقيبات مستمرة من مواسم سابقة ولعلنا نعود إلى مقابة وهو موقع مهم جنوب شارع البديع تم التنقيب فيه من قبل معهد كشهار الأثار من اليابان وهو الموسم الثالث وفريق العمل من هذا المعهد مهتم بالأخص بطرق التجارة بين تدمر والهند والبحرين بلا شك كانت مركز تجاري مهم حتى في حقبة تايلوس ويتم البحث في هذه روابط الصلبين هذه الحضارات بشكل خاص الموقع يعود إلى حقبة تايلوس كما ذكرت وتم التنقيب على أربعة قبور في هذا الموسم تم حفرها هذا العام من قبل فريق التنقيب الياباني وهي عبارة عن غرف دفن مبنية بالأحجار ومجسسها وذات أغطية حجرية لعل أهم الاكتشافات في هذه التنقيبات حيث سبق في الماضي أن تكون هناك تنقيبات متعلقة بآثار تايلوس إلا أن من بين الأغراض الجنائزية التي تم العثور عليها في أحد المدافن هذا الموسم هي مجموعة من العملات البرونزية بلق عدد عشر عملات البرونزية في يد أحد المتوفين وهذه هي أول مرة يتم العثور على العملات معدنية في كيس بيد الميت في تنقيباتها المتعلقة بتايلوس إضافة إذلك في أحد القبور الثانية تم العثور على عشر محارات لؤلو كأغراض جنائزية مع طفل ميت كذلك دلالة أن في المقام الأول أن للمحار أو للؤلو مكان جنائزية في فترة تايلوس بالإضافة إلى أن اللؤلو متجذر في تاريخ البحرين على كافة الحقب نراه دائما في كل موسمة تواجد معنا كذلك دلالة على ما يكنها أهل البحرين منذ العصور القديمة لهذا العنصر الطبيعي الهام من دلالات معيشية وكذلك ما بعد الحياة يستمر التعاون كذلك مع فريق التنقيب الياباني وفي هذا الموقع وادي السيل الذي يشكل حقل تلال من دلمن المبكرة وقد عمل عليه فريق التنقيب الياباني برئاسة الدكتور ماساشي أبيه وهو الموسم السادس في هذا الموقع والعمر إن شاء الله مستمر في المواقع مستمر القادمة على هذا الموقع المهم وقد تم التركيز في هذا الموقع على المدافن أو تلال المدافن ذات المدافن الفرعية الصقيرة والتي لا تزال غير واضحة بسبب قلة ما تم نشرح عنها من التنقيبات السابقة على سبيل المثال طبيعة العلاقة بين الموتى الذين تم دفنهم في تل الدفن الرئيسي وتلك المدفونة في تلال الدفن الفرعية لا تزال قامضة وفي هذا الموسم قام فريق العمل بتنقيب تسع تلال دلمونية سقيرة من نوع المبكر ذات القبور الجانبية والأبرز اللقاء الأثرية التي تم الحصول عليها من هذه التنقيبات هي جرار تعود لحضارات أم النار وبلاد الرافدين وهي دلالة كذلك على التبادل التجاري والثقافي بين هذه الحضارات وكذلك عدد من الخرز سواء المشقول من العقيقة أو الفخار اعتلال مدافن دلمون ادرجت على قامة التراث العالمي العام الماضي وهو أحد أبرز انجازات الهيئة في الفترة الأخيرة ودائما مورو يكرر أن ادراج المواقع على قامة التراث العالمي هي نقضة البداية وهي ليست النهاية مطالبون نحن في هيئة المحنة الثقافة والأثر والبحرين كده لطرف الاتفاقية ضمان استدامة هذا الموقع وحمايته بشكل سليم ولعل أبرز ما يهدف إليه هذا المشروع هو توثيق التلال بشكل أدق وبالأشك وبالأخص البيانات الطبغرافية المتعلقة بهذا الموقع فمن المؤمل أن يكون مدة هذا المشروع خمس سنوات يتم من خلالها المسوحات الطبغرافية الشاملة وقد تم تقطية حقل مدافن عالي الشرقي والتلال الملكية في عالي في هذا الموسم كما هو مبين لكم في الشاشة وسيتم استكمال حمال الدراسة في السنوات القادمة كما ذكرت للحقون المختلفة وكذلك سيشكل هذا المشروع أرضية صلبة للباحثين بما يتعلق برصد وصيانة حالة الحماية لهذا الموقع لها ولعل موسم التنقيب في بعض المناطق على سبيل المثال في بصيبع بعثات التنقيب الفرنسية وكذلك في عالي بعثات التنقيب الدينماركية تم تعليقها في بقت مبكر في شهر مارس استجابة للإجراءات الحكومية بما يتعلق بمن مرع به من وضع استثنائي في هذه الفترة على أن تواصل هذه البعثات تنقيبها في الموسم القادم ولعل بعثات التنقيب الدينماركية التي تعمل بموقع تلال مدافع عالي الملكية هو استمرار لتعاون مستمر معنا ومتحف موسكار في الدينمارك بالإضافة إلى بعثات التنقيب الفرنسية الذي احتفلنا مؤخرا بمرور أكثر من 30 عاما على التعاون قائم بين البحرين وفرنسا في مجال البحث الأثري وكما ذكرنا في الماضي سيتم الاستمرار للعمل في هذه المواقع في الموسم القادمة وتحرص الهيئة أن يكون كل موسم يحمل مواقع متجددة تعكس حقاب البحرين المختلفة وقد تمكننا لها الحمد هذا العام من التنقيب في كافة محاوظة المملكة وغطينا كافة الحقاب التاريخية المهمة في البحرين من دلمون وتالس والحقابة الإسلامية ومأمن من الجمهور الكريم كذلك في البعثات التنقيب المقبلة التفاعل مع دعوات الهيئة لزيارة المواقع أثناء التنقيب للاستفسار بشكل مباشر من الباحثين في هذه المواقع علما أن الهيئة تستقطب خبرات دولية متخصصة في مجالاتها من المفيد أن يكون أي شخص مهتم بالتاريخ والأثار التفاعل معها أثناء تواجدها في البحرين ونواصل كذلك توفير المعلومة أولا بأول للجمهور سواء كانت من الإصدارات أو التقرير الدورية أو حتى المضمون الإلكتروني الذي سيتم إن شاء الله توفيره على منصات الهيئة الإلكترونية شكرا